السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الأعضاء في طفحة وفاق ليبيا ينضم إلينا الآن أحد توار مدينة مصراتة الصامدة الأخ مروان المصراتي يحدثكم عن الأوضاع في مدينة مصراتة وخاصة في عصر هذا اليوم القصف التي تعرضت له منطقة البيرا وشاعة رابلس تفضل أخ مروان شكرا لك يا أخي شام ونحب في البداية نقول أن اليوم صار بعض القضايا في الهاون وراجمات صواريخ أتت في المنازل والأحياء السكنية في منطقة البيرا راجمات الصواريخ نوع كتيوشة وراجمات صواريخ أخرى جاءت المكان واتوقع مكانها أنها تضرب من الطريق الساحلي لكن لم نتأكد من الخبر بعد بالنسبة لصواريخ الكتيوشة كانت تضرب منطقة البيرا والحياة السكنية الواقعة في شارع عبدالله الغريب والحياة السكنية الواقعة خلف شارع طرابلس كان القصف عنيف جدا حوالي 50 أو 60 قديفة سقطت في المنطقة من فترة العصر إلى فترة ما بعد المغرب ومازالت حتى الآن تسقط القنابل العنقودية والقنابل الفسفورية المحرمة دوليا الوضع ساوي جدا بالنسبة للعائلات الموجودة في تلك المناطق كان القصف عنيف جدا وأصاب مقر جامعة مصراتة الموجودة في منطقة البيرا وأصاب أيضا مسجد البيرا ببعض الشضايا وبعض المساكن المجاورة لمسجد البيرا خلال هذا القصف استشهد أربعة أبطال من التوار مصراتة الأحرار وكان منهم أم صديقي ورحمة الله عليه الشهيد البطل عبدالله البيرا لقي حدفه واستشهد بشضايا من قضيفة الصواريخ الكاتيوشة كان هناك نقص شديد في الأسلحة لدى التوار الأسلحة التي يستخدمها كتائب القدافي كلها أسلحة تقيلة مدفعية وراجمات صواريخ وقضايف دبابات وقضايف هاون بينما التوار لا يستعملون إلا رشاشات الكلاشنكوف ورشاشات الـ FN وبعض بنادق الصيد لا هناك تكافأ في القوة ولكن الشباب عزمهم قوي ونحن معنا الله وهم يقاتلون من أجل حرية هذا البلد وكرمته ومن أجل تحرير ليبيا ووردتني بعض الأنباء أن هناك بعض الجهات قد كذبت الخبر سقوط قدايف على منطقة البيرا وهنا أنا أباكد وإني شاهد عيان وشاهدت بأم عيني ولم يقل لي مثلا شخص أن منطقة البيرا تعرض القسف فأنا كنت موجود في منطقة شارع عبدالله الغريب وبعدها اتجهت إلى شارع طرابلس حين بدأ القصف فوجدنا أن القدايف تسقط موجهة على منطقة البيرا كان هنا القصف غير عشوائي كان القصف عشوائيا فقط على منطقة شارع طرابلس ومنطقة شارع عبدالله الغريب بما أن منطقة البيرا كانت مستهدفة من قبل كتائب القدافي وكانت عندهم هناك يستهدفون المنازل السكنية أهداف لهم ويقصفون القنابل الانشطارية والقدايف الهون وقدايف الكتيوشا والجراد كان الوضع مأساوي عصر هذا اليوم أخ هشام نعم هل كانت هذه المنازل خالية من السكان هناك في المساكن المقابلة لعمارة بن صلاح من جهة خلفية لعمارة بن صلاح هذه خالية من السكان يعني سكانها فروا من القصف كتائب القدافي بينما أن منطقة الواقعة خلف مسجد البيرا ما زال فيها بعض العائلات وبعض السكان كان الوضع تسمع صراخ النساء وصراخ الأطفال والعجائز يعني الوضع مأساوي كان بالحق أخ هشام طيب بدا عن طائرات التحالف بالنسبة لطائرات التحالف اليوم لم نسمع أصوات طائرات لقوات حلف النيتو والتواري يبدو مستئين جدا من القصف يعني النيتو حتى الآن لم يقصف إلا أهداف بسيطة يعني في منطقة الشرقية في مدينة مصراتة وتجاهل بعض الأهداف في مناطق أخرى مثل منطقة الدفنية الكل يعرف أن كتائب القدافي تتمركز عند البوابة منطقة الدفنية هناك عندهم أكثر من سبع دبابات وفي منطقة مقابل منطقة الدفنية الزاوية يعرف بمزرعة النعام مزرعة النعام هناك تختبئ فيه أكثر من دبابتين نوع تي 72 نعم وحب أن أنوه على شيء ضروري يعني وردتنا أنباء من أصدقائنا الساكنين والقاطنين في منطقة الزريق أن الإمداد كتائب القدافي يأتي من منطقة زليتن وبالتحديد في قاعدة تقع في تقاطع سوق الثلتاء على الطريق الساحلي هناك كتائبة ممكن إذ لم يخيبني ظني اسمها منطقة التجيش وهذه الكتائبة مسؤول عليها رجل برتبة عميد اسمه بشير وهو المسؤول على المجازر في المنطقة الغربية من مدينة مصراتة مثل منطقة الزاوية ومنطقة زريق ومنطقة الجزيرة وسمعنا بعض الأنباء من شهود عيان كانوا قد فروا من مدينة مصراتة قد فروا من مدينة تزليتن من وهل ما شفوه من اعتقالات تعسفية وتعتيم إعلامي عن ما يحصل في مدينة مصراتة عن طريق قنوات النظام المنتهي صلاحيته يقولون أن هناك تنظيم قاعدة في مدينة مصراتة ولا يجد هناك تنظيم قاعدة بل شباب عمارهم 17 سنة وال18 سنة هم يقاتلون وحتى لا يمتلكون سلاح يعني حتى بعض الشباب يتناوبون على بندقية كلاشنكوفي يشتركوا فيها ثلاثة أو أربعة أشخاص نعم أخي مروان ماذا عن قصف اليوم في منطقة البيرة هل هناك أي تصوير مقاطع فيديو اتباتات وتشارة وطائقية عن ذلك نعم نعم هناك اتباتات هناك اتباتات لقد قمت بتصوير بعض القدائف التي تسقط على منطقة التي تقع خلف عمارة بن صلاح يعني في منطقة بداية البيرة تمكنت من تصوير قديفتين قد كانت أتوقع أنها قدائف دبابة والقديفة الأولى كانت قديف الدبابة أما القديفة الثانية فقد سمعت صوت صفير حاد يعني هذا ما يدل أنه صاروخ كتيوشة أو صاروخ جراد وكل شيء موطق سيعرض إن شاء الله على صفحة وفاق بعد قليل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب أخي مروان إن شاء الله تكون معانا وتردنا بآخر المستجدات يعني عبر ما يحدث في مدينة مصراتا إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك أخي شام استجابتك على المكالمة شكرا لسيد مروان وتمنى من الله أن ينصرنا على هذا الطاغي إن شاء الله نصر قريب في أغلب برصة والله أكبر والله أكبر ولله الحمد إن شاء الله شكرا أخي مروان مع السلامة شكرا لك أخي شكرا